من قطارها جبتها لك بشحمها ولحمها وليلي بقى هتعملي ايه؟ وهي هتقعد معانا لحد ابتا عشان انا ازهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السعودة اللي هنقضيها مع بعض يا حانتومة براحة لايجرانك حاجة انت مستفعيتي شبابي ما هو انت يا حانتومة انه محصباني وعملها ترميلي في بخور هارتين بخور وتقوليلي في كلام مش فاما منه ولا حاجة يا حانتومة انا عايز المفيد ده هي خلصانة عالاخر وما فيش منها خوف اسكوتي ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي خفت حسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشناطة بس يلا الحمد لله طلعت فاضية فيش هنك ست شوف انت راي ده ايه بالظبط تفاهميني انت يا وليه هتشليني اقولك طورت وقوليلي حلبوه بقولك عايزة الراكل عايزة ياخدني من ايدي ياخدني من ايدي ونهلك نروح في اي حتة ان شاء الله اخر الدنيا بقولك ايه الحجاب ده هيخليه ما يتقشي فرشته ليلة واحدة وبعدها هيجر ينعم على طول ويتمنى نظرة رضا وقلب مخروض شوق يا ست شوق يسمع منك يا حنتومة يا رب بات يا سوريا انت يا بيت ست مطر ايه لي ما عادك يا بيت هنا ابدا انا قلت يعني ريح شوي وما ريحتيش في قوتك ليه يعني قلت عشان مش شوي تهاو انت يا بيت مش على بعضك ليه انا ابدا والله ما انا زي الفل هوي ست مطر ام بقولك ايه ما سمعتش النهارده المعالم نوح بيتكلم مع براقة في اي حاجة لا ونبي ما سمعت حاجة ست مطر بس جاله تليفون كده وقامت نفض وكان فرحان مش عارفه حسا كده ان الفار بيلعب في عبي يا كونوش يا بيت هيعمله معاك الدنيقة طب ما عرفتش التليفون ده أصله ايه طب وكان لازميته إيه بقى الحوار ده كله لما انت ناوت لماه في الآخر ده شغلة عتائي أحمار ما أنا كنت فاهم كده يا معل بس لما الموضوع يطلع على فشوش إيه بقى الحكاية فيها إنا مش لازم تضربة إزيه كفاية قوي إنها تدمش آمنة الحكومة تنتبهل وتحل عن السمان إحنا ومنها هو يبقى متطمن لنا قبل ما يخطي برجله في الملعب انت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم بقى أنا أقولك مش يخليه هوابها وإنت تجيب ورع عشان تفتح له سكة وليه قد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره ما أنا قلتلك سيبنا جابلك عجله ما انت حاولت مرة وإتنين واعنا قبلك إيه اللي حصل في الآخر؟ ده قدت بسبعة رواحة هو أمنا وإحنا أخسرنا نص المصلحة طب ما تنسينا على اللي في دماغك؟ ولا أنت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ ما شايل منك؟ يا قدت ده أنت أبني حبيبي ده أنا نفسي نفسي تبقى كبيري الناس دي كلها وكمان نفسي ومنعيني تبطل غاشة ملعب ناشب وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي أموك طب ما ترسيني يا بقى على الخطة ورايحني بقى إنك ساعات بتبقى أحمر قوي إنما برضو ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني وأقول إنك بغاشة مكداة الرسم الخطة معايا أصدق إيه؟ رمانة الله؟ ولا؟ حوارد أوصل لك يا سيد المزاج؟ آه ومش مهم أوصلني إزاي المهم إنه عجبني أو كده يا ابني أو كده مش تقولي ضربة بالحزاب معلمة في الوش إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنا يا ابني والعزو باللمش الحكومة عشان نأمل الكلام ده؟ لا 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 إيه؟ إيه أنت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف وشواء شواء تيبع على سنانها في صفنا ساعتها تبقى أنت بنبوب بصحيح يعني إيه؟ يعني أنا عرفت أجيب جول؟ آه فريتك تعرف تكرره تاني وحط إيدك بقى في إيدي وإحنا نحذف أفادينا مرة الملعب في غمدة تاني بس ده ما كانش يقولك زمان طول الوقت عملت أقول لي بلاش نعمل مشاكل بلاش عشان العمروتي باشا وبرضو هقولك ده عارف ليه؟ عشان إنت خفيف وبتعور في الوش أنا يعني لما بعوز أعور أعور في المؤرزة حتة بالدنايو خلاص ها؟ فهمت؟ فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين النوح المرادي فكر صح إنما لعبها بغشن برضو زي يا عويدو كان فاكرني هبلع بطعم أنت مش بتقول إنه هو اللي بلغك بالكبسة؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسة؟ هو أقل لك إنه هو حد لعب بديله الإخبارية في المرتين من النوح يا خال طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي علشان كده ينزمنا الزيارة للعمروتي كده انت فاندينا بصحيح انت نوجين عليه بالزبط منور يا خال ذلك أخرتها كده سيقوني كدا بنزم فهمت ويمشو عالي تنبيه من العلقيني قصادة بسهولة عيزان اشتركوا في القناة 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 واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة عالفاضي واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها حتى لو كنت وثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر للأسف يا آسف العملية دي هتحط نقطة صودة في ملاك فاك وعلشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل انا هكتفي بلافت ناظر ان شاء الله اتعوضها ان شاء الله اتعوضها ان شاء الله اتعوضها تماما اتعوضها انا هتأخر بيت عرف لو ممشتيش من وشتي اخبطك بديفنا فوقك طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد الهي وانت جاه ربنا ميرا قدلك جتة قادر يا كريم الهي انسي براقه يلا خلاص يا بيت خلاص انت هتشحط يا بيت طب قولينا يا روحي وانا مش هتأخر طب فريدي خلقاتك دي اهو بقولك ايه نعم سألتلي على الولاية اللي قلتلك عليها ولية ولية مين الولية هي اخت بتاعت الاعماء اه ملا عرفت يعني اسمها ايه سكنة فين والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحة يعني طب اسمها يا بيت وانت بتفهمي يعني في الحاجات دي ما ليه انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة اه طب بقولك ايه انا عرفت واحدة كده يعني وعاوزاك تيجي معاي اه اه طب بصي لو خلتينا اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انت تعوزي ايه رأيك ماشي يلا غوري بالإذن والله يا حاجة صحادة من صباحيات ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها انت فوتنا في المستشفى شكلوا كده يا حاجة مهتمي بيها زيادة حبتين ده فعلوه فلوس اه زوز اه هو يا حاجة الاول ما دخل خرجنا برا وقاعد معاهم انت حتستعبط انا محبش كده التقو شري بصراح يا حاجة احنا بنيجي نلقلك اخبار افندينة عشان حضرتك قلتنا لده فمصلحته عشان لسه خارج للدنيا وكذا بصراحة كده يا حاجة احنا بنعمل الحكاة دي يعني واحنا متقدرين اوي وانا بصراح بحب افندينة اوي 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 تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني الحاجة بتقولك حمار ولا مش انا قلت كده الا هو انت قلت الحاجة وأنت أساساً حاجة للحجة حكاتل فلوس اللي دفعها في المستشفى هو دافع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حجة ما تكلمناش في الموضوع ده خالص لا ما تكلمناش في الموضوع ده خالص مش بقول لكم تستعبطوا؟ هو وسيع علينا يا حجة سوع علينا ها هو دافع إيه كمان؟ أبداً يا حجة يعني مبلغ صوار كده تحت الحساب هو كان موصح حسابات المستشفى أنه مياخدوش منهم ولا ماليين ولما تخرجوا يتكلموه يروحي حسابهم وبعدين بقاها بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعدة لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شوية ده اللي ما يتسيكتش عليها إيه يا فندينة ما ترسلك على بر وتريحني أكيد ليهم عيون بيننا انحاني يا باشا انتي ده انتجاتي الأضاكي بتتحكي علينا يا بيت علي ما ينفعش كده مش عوزين حد يحس بي والمصحف يا باشا ما غمبت عليكم حاجة يا باشا وحية المصحف بيضللين يا بيت بتتدينا معرومات غلط أنا قلت كل اللي سمعت وعملت كل طلبتوه مني أكثر من كده ما عنديش الصراحة يعني أمال انت إيه اللي جابت دلوقت خفت يا باشا الفور بيلعب في عبي أنا أول ما عرفت أخلع خبت ديني في سناني وجيت جاري ما تقول لي أسر بيه طب انتهدي كده وقولي أصلي كلام المعلم النوح الصبحي خوفني قالك إيه قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويدحك بصوت عالي ويلمح ويلقع خفت عملت حسابه طلع صح معقول يا باشا معقول أن نوح يلعبها كده هي ما تتلعبش غير كده ده قانوني عالي اللي مؤخذة يعني يا باشا انتو بتقولوا إيه يعني أصلينا مش فاهم ما يعني رسوني على بار النوح رمل معلومة لسوري عشان توصل لنا وفي نفس الوقت رمل معلومة الخميسة عشان يعمل نفسه البيه عاوز يكسب كل الأطراف يا باشا يعني ايه يا باشا اهو قدلاتي هارف ان انا شغالة معاكو كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد وانا هستنى لما تبقى اكيد ودطير فيها رقابتي لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده انا ملزومة منك ولازم تحموني اهو الناس دي ما بترحمش اقل حاجة عندها القتل يا خزرتك يا سوريا قدي اخرت لما تصدق الحكومة حزبي يا لا انا ما بف الحكومة حرم عليك والله يا خزرتك يا باشا بطالي نجم بطالي نجم بدل مرميكي في الحمس يا باشا حرام عليك بقولك انا خايفة انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا حرام عليك انت بتعملني كده لما تقوله يا باشا تكلمني بالراحة اقوله ايه اقوله ايه بس يا سوريا اهدي كده وعود كده وكملي كلامك بيت ابني اخليك يا باشا والله يا باشا تلي اتعرف تجبني يا باشا يعني الصراحة حضرتك بتكلمني حلو قوي ياريت تعلمه حاجة والنبي يا باشا تعرف يا باشا انا مفهمش الا بالهدوء والله العزيه انا اديك عنايه انا بقولك يالي ان رقابتي هتطير والله العزيه هو محاسس بيه انا خايفة يا باشا بس 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 بدل ما اخلك من ايدي كرميكة عند النوع بيدي يا خويا انت بتعملني كده ليه ها انا جت متجوز اموك ولا قت متجوز اموك كبص الروح افاجأة تعرف تبني المفاجأة انا مش عارفة انا مش عارفة ما شاء الله ان كل الرجال المتجاوزين هيحصلولي دلوقتي طبعا جمال وشعر ودلال وحلاوة حلاوة بزيادة وخفة وفوق ده كله بقى ما في كيش اكتر حاجة بتخلي الرجال المتجاوزة تهرب من جيد صوتك يا حبيبتي طبعا الرجالة بتهجن بيوت بسبب صوت ستتهم وزنهم انما انا بقى في الجنة ونعمها ابوت انا في السيبه السلطة يالله رينا هبا عجبني كلك يا ولا كلك عجبني ما في شماله يا ولا سيبه موسيقى 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 ما هم قالوا إن حضرتك نايم مين دول يا دي اللي قالوا إن أنا نايم وأنا بنام لا يجري هتجيب العربية هوا إيه الحيوان ده الحيوان وأنا بنام ما عايش اللي قول كده فندينة المتر رضوام بدور عالم العالية رضوامي بضرام بضرام بضور على معالية ده إيزة ريبة اللي أنا وقعت فيها دي يا ربي أقول له إياها فندينة فندينة فتنا الحمد لله على السلامة دورت الحارة كنت مظلمة من غيرك انه ورا بيك طول عمرها خرجت يمت النهاردة وعمل ايه درواتي الحمد لله احسن كتير بس انا زعلانة مني عايك علي انا كان مخده جاستقبلي كنت خارجة بس والله غصب عني خلاص مش زعلانة كفاية اللي انت عملته طيب انت وقفة ليه انت وقفة ليه او يعني دخولي دهو شو متستويش متريحي بس الحارة وحشيتني قوي فولت ابص عليها اه ايه تتوحش نتبص عليها انا بنتي مش عايزة حاجة؟ لا مرسي وليها تاني كده؟ مرسي اتوب علينا ربنا باي باي بلع رباح يا وان انا واتحبي بورو مانسان وبرق اسمي يول مانسان انا واتحبي بورو مانسان وبرق اسمي يول نفسي واعمل وجهان ولا عايش وبدال اللي عنابتي بايش وبدالواح دم £³ انا عمل كل اللي سنفسي انا هابت كلب اش ب likes انا هابت كلامي مش ب Like وبعمل بنت البيئة اللي تدع عليها اللي تدع عليها اللي تدع عليها عبدو باشا أنا باسأل نفسي المكتب منور ليه؟ أتاري عبدو باشا قاعد فيه بقى إنا كتير مستنين الزيارة بيه ربنا نخليك أعمل تجيه بس إنت عارف إن الزيارتي لازم تبع عندي اللذوق بس إنت اتأخرت علينا طو ماتش والله أنا جيت حسب الأوامل ومت هيقل عدان العيد الكابتن إبراهيم سعيدة هو ترجلين ما بتطقطعش عن المكان ونويت انجفور الأوامل أما بقى بالنسبة للدكتور الهردة بقى جاهز يا باشا وتسليم عالمفتاح الله عليك رجع ليالي زمان السياحة إنها تضربت ومبقاش فيها غير اللوكا للمحلي يعني أمال أنا جاي لي يا ساعة الباشا أنا جاي علشان أسلمه للإستان اللي يقدر تمنى تشيل يا برينس مشين ومش أنا اختلف طول ما إحنا ماشيين في الخيار اسئولي المفاتيحه مني لا معليش قبل ما أقول أي حاجة لازم نتفق الأول على عملتي أنتو كالتوني لمؤخزة قبل كده في عمولة الكابتن إبراهيم سعيت نتفق على عملتي في الدكتور الهردة ترجمة نانسي قنقر سورا سورا … سورا على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت مكتوب يا بيسا مكتوبه لو ما فر منه على رأيك آآ نجمتنا عاملة إيه مانت غريبة إيه اللي جابك لحد هنا روح يا بيسا خدي يوميتك من شلال وإحنا كنا لسه اشتغلنا يا كبتب من هنا ورايح الألمونيا هتقباضيها مقدما وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى تسلم يا كبتب روح يا بيسا واخد الشباب معاك عناية يلا يا شباب أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش أنا مفيش حاجة عندي ببلاش كل شي قوله تمن المهم الشيء ده يستهل تمن ولا لأ طب ينجز يا أخوي أوهات من الآخر طبخة مستوية ومستنية لأكاد دكتور الهردة هردتي يا أبو هردة مليش فيه أنا مليش فيه وهو ملوش فيه وانت ملكيش فيه إحنا مجرد أسباب والدكتور الهردة ملوش غير في الميا مهمتنا القومية إنه بقاله في حاجات تانية كتير والميا ما بقيتش تجيبها أمها وانت شايفة مصاريف المحل عاملة إزاي والسياحة ضربت على الآخر يا ندمي بقولك هي يا مال اسمع يا رمانة قبل ما تقولي أي حاجة تزعاني ما تنسيش إن إحنا اتفقنا وإن أفندينا خلاص بلح واللي جاي لازم يبقى أحلى يا نجمة أيوة بس أنت عارفك إنت رمانة ميزان الجمال في المحل واللي زي دكتور الهردة دا يتمنى نظرة من عينيكي بعدين أنا مش بقولك أعملي مع حاجة وحشة لا سامح الله يا دي سكتي ولا دي أخلاقي أبداً إحنا عايزين نخليها أوبن بوفير أي حاجة ياخدها من المينيو سجارة حباية يرفع له خط يجي يطلب إحنا نشتغل إنت تقباضي شفت أخلاق أرفع من كده لو أنت السادق ما شفتش أوطى من كده برسي يا روحي تفضل يا حياتي حجرين وشوية قهوة يذبطوا الدماغ ودى الخبط الصهر ولطشة الشرب وضبطة الدماغ ووزن الكيف على مدان المزاج تلعبت أنا أخذي دي أبض ربيع بعضين إيه دا؟ بس اللي جابهوا لي قبل كده كان لونه أحمر لا يا سيبك لونه أحمر دا خليك فلها بيض أحلى تبتع بلاد وده الأصلي وده بقى يعمل إيه؟ يصفر الدماغي ويخليك تبدأي من قوله جديد خلاص هبجربه أما تعوزي منه بقولي لي وأنا أجيبه لك لغاية عندك قدر مدرحة تيجي اللي قولي يا ما يا فرند تبتشتغل إيه بالزبط؟ دكتور سنان نعم أنا هنهزر أنا عبال أملتك سفير الكيف وراء النوح في كل خل تلاقي باصمة ليه في كل ركن تلاقي صورة ليه أنا بها ويتي أن يعيش الدماغ ووصف فيها من كل زبلت الدنيا عرفتي بأي أنا بشتغليه؟ طبعا إيه؟ دكتور سنان ههههههههههههه مراسويا انتواق متا سينيا انتواق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده ليه? تعرفت اري? ايوه. ده بيري اليافطة دي. دي ولا دي? اري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوتواط. تعشت. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوتواط. ايوه. تشكريني قبله. لا اهلا. يا اهلا وسهلا يا فندينة. الوتواط. تخطو عزيزة علي يا فندينة يا اهلا وسهلا. والله ما سددتوا لنجاية. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقول يا فندينة وشرفنا مقرنا المتواضع. اوه يا شونية. المحترم. مقروكم المتواضع المحترم. حسن الامر الي افضل. اهلا يا سونية. اهلا يا حبيل. ماله زي بيتك. محترم. اهلا. بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله. ما شاء الله. يا بجاشي ده. ده انت ميت ورا نجوم السيبة. كل صورة بوضع. اه وكله اكل عيش يا فندينة. وانت السادق كله شمال. اكيد من جايتك هنا وراه كلام كتير يا فندينة. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله. رهابتي. في واحدة بجاشي هديك اسمه. عايز اعرف عنه كل كبيرة وكل صغيرة. اصله. فصله. ايه يعني باختصاره بالبلدي. عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينة؟ فيه حاكتين في الاول. دولانية يا سوال. والتانية اتفادة. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينة. بتاعرف ايه عن شوء. ايه؟ ايه؟ شوء امرأة الخيل. انت هتنح بقى واتهتها من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراحة. وانت كنت بلتجي افراحة. يعني لمواغزة فيه ترعة موصولة ما بينكم. اه؟ بتاعرف ايه عنها؟ اه كل خير والله. اه؟ ومن ساعة متجوزة الخالي. وهي في حالها. حتى بترعة اللي ما بيننا بترادة ماشي. ماشي. طب ويه بقى. اجهيتها مع النوح. النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. بسم الله عليك. اه مالو. مالو بتاع الجمال ما هو كان زيه زي غيره. اه داير وراها. وجه الخال واشي. اشي. ده وقت يجيه وقت الاتفاق. كلام اللي هقوله يا بجاشي. هيفضل سر بنا. سر. وانت هارف بنا. بكرهش في حياتي. قد الخيانة. حتى لو تمان هرقبتي. ايه هو يا بجاشي. ازدبينا فندينة. قولي اسمه ايه بقى. قبله يا حبيبي. لعمروتي. مالك يا بيت. بتخشي بك يا لي وانا حكي. امس اينا كيب علم. امس اينا كيب علم. امس اينا كيب علم. امس اينا كيب علمي وخلي نبشي. اه. لما انتي اختي عارفة انك محصلتش جهلة عني. امس اينا كيب علمي. امس اينا كيب علمي. امس رجليك وانا كيب علمي. ما ساتلك سؤال. ومستني ترد علي. يا معلم اللي انا عملته ده مش بردائي اه مين بقى اللي غصبك انا مش قدي الحكومة ولا الحكومة قدي ما يقدر على الفضل اللي ربنا سهل يا بنت يا بنت ما تخافيش ما تخافيش انا لو عاوز التوويخي كنت عملتها من غير ما حد يحسي بيها وانا كان فيه مخلوق هيعرف لك طريق جوري يا معلم انا انت بنت طيبة ها طيبة انت فاكراني انها يا راجل اهبل اتهطل على البيت اللي ضحكت عليه ولحست نافوكم بكام جالسة مساج وكام ضحكة ميصة وكام نظرة رضا بس انت لو كنت بنتي بصحية كنت العيب تاع الحسان الكذباني يا معلم انا انا من ايضك دي ايضك دي واللي اتا عايزه بس الحمدي والنبي الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى مش من طبعين احنا من القدمين اتا عايز نعمل اي يا معلم ولا حاجة ولا اي حاجة اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص يا عدي يا بيت انا اني كنت بشغالك عند الحكومة عشان يوصلها اللي انا عايز اوصله بصراحة انت قمت بالواجب الصحة الصحة عشان كده انت تستهلي مكافئة نهاية الخدمة ها بكافئة عشان تعرفين انا احسن من الحكومة بتعهدك يا ابا وادي ابعان اوه 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 ها اوه اشتريت اوزك ايه ايه اوه أبوزيك